أصل محمد صلاح ما بيحبش منتخم مصر أصل محمد صلاح بيحب في القطة أكتر أصل محمد صلاح ما بيحبناش أصل محمد صلاح ما بيديناش إيه ده؟ ما بيديناش؟ لق تعال أقول لك بقى بيديناش من كام يوم وزارة السياحة مشكورة في خطوة عظيمة ومثالية وزاكية قررت تعمل حمل الدعاية في الدول الإنجليزي الممتاز كون إن الدول الإنجليزي الممتاز هو أكتر حاجة بتتشاف على مستوى العالم مليارات الناس بيشوفوها فراحوا الناس قالوا تم ما نعمل دعاية للسياحة المصرية في الدول الإنجليزي وفيه دول كتيرة بتعمل كده يعني أرسنل مثلا التيشرت تاعه على الأميس عند الكمام كده مكتوب فيزت رواندا كان فريق كاردف كان بيتكتب على التيشرت بتاعه فيزت ماليزيا مثلا يعني وفيزت تايلاند يعني ده بيحصل طول الوقت في الدول الإنجليزي فدي خطوة عظيمة من وزارة السياحة المصرية وطبعا يعني لازم تبقى ممولة لازم ندفع فلوس عشان نعمل دعاية العالم كله بيعمل كده ببلاش محمد صلاح بيعمل لنا كل يوم دعاية في العالم كله ببلاش محمد صلاح اسم مصر بيتنده في كل مدرجات العالم ببلاش الجماهير دي بتهدف للملك المصري محمد صلاح ببلاش محمد صلاح أخلاقه وإمكانياته وأموره الفنية تشرف مصر ببلاش ببلاش مجانا مجانا يا فندم محمد صلاح بيرفع اسم بلده مجانا يا فندم بيعمل دعاية لبلده مجانا يا فندم بيدي الصورة العظيمة الرائعة لبلده مصر مجانا وحضرتك تيجي تكتب لي تويتا مع كامل الاحترام والله وأنا دايما بتكلم على قلة قليلة تكتب لي تويتا هو محمد صلاح عمل ايه عن المصر محمد صلاح لا يمثل غير نفسه هراك قاعد كده هو يعني لا لا عيب ليه يعني صلاح أكيد يعني ما كلميش في التلفون قال لي والنبا كريمي بقى طلع بقى دفع عنه ما أكيد هو لا عايز ان انا دفع عنه ولا عايز حضرك تدفع عنه ولا عايز اللي جنبك تدفع عنه عشان ده خلاص ده في حتة تانية بس انا بيسعب علي قوي وبيبقى عندي غيرة وحصرة ان نموذج مصري رائع رائع زي محمد صلاح حد كده لو حرامي كلمة ما لقاش لازمة عليها محمد صلاح اللي الأب والأم في كل بيت مصري دلوقتي بيقولوا يا سلام لو ابني يطلع زي محمد صلاح يا سلام لو بنتي تبقى زي محمد صلاح بتكلم على النموذج الناجح مش مجرد لقيه بكورة يبقى ابني ولا بنتي نموذج كده مشرف العالم كله بيتكلم عنه وهو ناجح ومشرف بلده ويقولوا المصري محمد صلاح كم بيت بيفكر في كده كم بيت في مصر كان عندنا جام كم نموذج زي محمد صلاح في الكورة كم كم فيش محمد صلاح مع كم الاحترام لكل الأسماء العظيمة اللي شرفتنا في قرب بس التأثير اللي عمله محمد صلاح محدش عمله قابله احنا بكرة ربنا يا رب يطول في عمره في الملاعب هنقول ياه فاكرين محمد صلاح ياه امتى يبقى عندنا محمد صلاح تاني ياه شفتوا كان ناجح ازاي ورائع وتلاقي كلام والله مستفز في الوقت في الوقت اللي هو بيبقى محتاج مننا ندعمه نسنده نقف معاه نقف معاه الطبيعي انه حتى لو مثلا جمهور ليفربورد ده ما بيحصلش زعم من محمد صلاح فيجينا بقى يجيه في حننا تعالى في حننا بقى انا بقولك كلمتين دولا على محمد صلاح مش عشان ماتش النهارده ولا ماتش الاربع بتاع الهاترك والرقم القياسي بعد ست دقائق انا بقول كده انه في كل مرة كان يحصل ظرف لمحمد صلاح يقولك الحق محمد صلاح انتهى الحق محمد صلاح شبع يا فندم الكلام ده نقوله بنا وبين بعض في وسطينا وسط لعبتنا اللي موجودين عندنا هنا بيحصل الكلام ده لكن ده نموذج محترف لضغط نفسي بيأثر عليه ولا مشاكل بتأثر عليه ولا اعزامات فردية او جماعية بتأثر عليه هو راجل مركز في شغله النهارده بعد المباراة في تصريحات السكاي قال حاجة في منتهى الاهمية سألوه قالوا له انت قابل الهدف ضيعت اكتر من فرصة والحالس تقال لك اللي هو ايدرسون حالس مانشستر سيتي فتصورنا ان انت هتهبط وكده قال جملة عظيمة جدا هشتعرفوا الراجل ده بيفكر ازاي هشتعرفوا الراجل ده محترف قد بعيد 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 اوش قال له قدام الفرص بتجيلي انا تمام قدام الفرص بتجيلي وبضيع انا مبسوط وتمام وعارف ان انا هسجل انا اقلق وخاف لو ما جاليش فرص مش اقلق وازعل وخاف لو ضيعت فرص فاهمين قال له خاف لو ما جاليش فرص ازعل وخاف لو ما جاليش فرص جالي فرص لا لا حتى لو ضعت مش مشكلة ما بقاش متدايق احنا في لعيبة بتهرم من الفرص اصلي يقول لك لا انا مش هواف في المنطقة دي لضيعه والناس تقول علي مش عارف ايه